تحكيم قبلي في أحداث هجر مرخى بمحافظة شبوة على خلفية اشتباكات دلعت مطلع يناير الماضي باقتحام قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات لمناطق قبائل المحضار حينها اندلعت اشتباكات عنيفة بسبب رفض قبائل المحضار حملت قوات النخبة لمداهمة منازلهم بحجة البحث عن مطلوب وأسفرت عن مقتل تسعة من أبناء المحضار وإصابة ثمانية آخرين ومقتل اثنين من النخبة الشبوانية حملة النخبة الشبوانية لمدهمة مناطق أبناء المحضار رافقتها حملات إعلامية تحريضية من قبل الماكنة التابعة للإمارات وأدواتها المحلية تحريض واتهامات لهم بالانتماء لتنظيم القاعدة تارة والعلاقة مع الحوثيين تارة أخرى واليوم يثبت التحكيم زيف الحملات التحريضية وذرائع المداهمة حيث تفيد المصادر من شبوة أن قبائل المحضار حكموا في مقتل تسعة من أبنائهم بهجوم قوات النخبة المدعومة من الإمارات تحكيم ظهرت أبو ظبيا الرعية للنخبة طرفا مباشرا فيه وأرسلت الشيخ ناصر عوض الكازم من دوبا لها لسماع الحكم وتوقيع أساس التحكيم يقضي الحكم بأن يلتزم الطرف الإماراتي بدفع 64 مليون ريال سعودي كتعويض للقبائل لما لحق بهم من أضرار نتيجة الهجوم المسلح الذي شنت النخبة فيما يلتزم أبناء المحضار بإعادة كل ما بحوزتهم من معدات وأسلحة تركتها القوات في المنطقة عقب الحادثة وساطة وضغوطة قبلية أجبرت الإمارات المتحكمة بالنخبة الشبوانية على تحكيم قبائل المحضار والاعتراف بعبثية حملاتها وكشفت زيف تقدم أدواتها تحت يافطة مكافحة الإرهاب لتمديد النفوذ وبسط السيطرة